استشارية نفسية أمل محسن بدي عفتنا ومين أفضل من أمل يحكينا بهيدا الموضوع يساعد لمساكي أمل يساعد مساكي أحلى رغلا في الدنيا أهلا بسلامة قلبك تسلامي حببتي صباحوي النهار دا نعينا وميحل ما بتغني أعمال هيك أهلا بش بغني بككلم بس بالمعلومات ولا يهمكي حرارة منون حرارة رح نسمع معلومات مفيدة كمان بدي رحب بسيدي أثار عاطف اللي رحبت شركنا كمان بتجربتها مساء الخير أهلا وسهلا فيكي مدام أثار نورتينا اليوم عم نحكي عن الطفل وكيف بتتحدد هويته الجنسية وفي بعض المشاكله أنا بعرف أنه كثار كثار من الأهل هني بحيرة بهيدا الموضوع ما بيعرفوا كيف بيتصرفوا هل بالعقاب بتم التصرف هل بالتوعية هل بالحوار كل هيدول اللي رح نسألهم مني بس خليني بداية ابتدأ واسألك بأي عمر الولد بيعرف حاله أنا ذكر وأنا أنثى يعني بيعرف إذا بدك تحديدا هو إلهية أي هوية جنسية أنت بسي الأطفال بيبتدي عندهم الاتراب ده ممكن من بعد سنتين لتلاتة يعني خليني نقول تلات سنين يبتدي يحصل اتراب في الهوية الجنسية يعني إيه اتراب في الهوية الجنسية؟ يعني الولد مش بيبقى فاهم جملة لازم تبقى جواه وجوه البنت أنا ولد أنتمي يعني أنتمي لجنس الرجالة يعني أنا حابقى راجل يبقى عنده عارف يعني إيه كده بلبس لبس رجالة بأمين لأمي ومسادي الأعلى أبي ده الطفل السوي اللي عنده يعني الهوية الجنسية واضحة البنت نفس الكلام أنا أنسة وبنت أمين لأبي أمي مثلي الأعلى أحب لعب البنات وأحب لبس البنات أوكي؟ نعم لو الفكرتين دول مش موجودين عند الطفل من تلات سنين بيبقى عنده اتراب أحياناً بيحصل مثلاً لما يكون طفل وحيد ومدلل جداً ومامته طول نار تقول له يا حبيبتي يا حلوة يا بطة يا بطة يا قدتة يا مش عارفة إيه يعني في الأمهات كلنا عندنا حاجات بنوعد نقولها العيال ما غريبة جداً بيبقى حبه وكده بس إحنا يعني مبقاش عندنا قوي ثقافة حكاية اللخبطة الهوية دي فالولد اللي مش هيبقى عارف إن هو ولد وبيلعب بلعب الولاد وبيلبس لبس الولاد وإنه مثلو الأعلى أبابا وإن هو يميل لمامته ودي حاجة فطرية جداً ممكن بقى لا يبتدي يخش النرسري يبتدي يحصل عنده الله يعني حيبقى فيه أوضاع كده بالنسبة له غريبة ليه البنت بتخش الطوالات بشكل معين وهو بيخش الطوالات بشكل معين ليه هو لازم يلعب بلعبة معين والبنات بيلعبوه بحاجة تانية فهيبتدي يبقى عنده لخبطة لو استبعدنا الخلل الهرموني يعني أول حالة نستبعد فكرة إن فيه سبب عضوي نستبعد الخلل الهرموني هاي مننتقل لقلب بمرحلة تاني منحكي عنا وياكي أوكي التربية بقى ليها عامل مهمة هنا كويس يعني لازم الأب والأم يشتركوا في إنه يفهموا حبيبي أنت راجل ولما هتكبر هتبقى ظابط هتبقى دكتور هم نحكي نحن بأي عمر؟ تلات سنين تلات سنين لازم هذه المعلومات ننقلها للولد أو للبنت بزبط لازم نأكد على أنت ولد وحتبقى راجل لما هتكبر هتبقى ظابط هتبقى مهندس هتبقى دكتور لازم يكون عندنا لعب بتاعة الولاد لازم يكون عندنا لبس بتاع الولاد لأنه فيه برضو بعض الأمهات ممكن تفضل تلبس فساتين وحاجات كده غريبة صح لحد ما نخش الحضانة أو المدرسة فيه أم بتبقى أصلا نفسها كانت تجيب بنت فلما جابت ولد فبتروح ملخبة الدنيا من غير ما تقصد من غير ما تقصد مش هيك احنا عم نوعي اليوم بهيد الحلقة تحديدا لنظر الأهمية للموضوع عندي تجربة مماثلة مع ابنك صاح؟ قدي عمره؟ أنا عندي مازن سنتين تقريبا ونص سنتين ونص خبريني مازن كيف يتصرف؟ هو طبعا مازن أنا عندي ملك أكبر منه عندي بنتي أكبر منه خمس سنين فكان عندي مشكلة بأن مازن لما كان مثلا بيشوف حاجات أخته مثلا كبيرة في لبس في أكسيسوري في لعب كان دايما يبقى عايز زيها يعني عايز يلعب بلعب يعني مثلا طبعا الولاد بيبقى لعبه مثلا كورة عربية طيارة طيارة الحاجات دي فكان بقى يشوف ملك مثلا في لعبها مثلا عروسة كان يبقى مصمم لازم يلعب بالعروسة أو مثلا عايز عروسة زي ملك من أي عامة نحنا عم نحكي بلش؟ ابتدى بأي سنة يرغب بغراضة ويحب اللعبة؟ تقريبا سنة ونص سنتين يعني مثلا أكيد لما بروح مثلا محل عايز اشتري مثلا لمازن لعبة وملك فهو بيبقى مصمم ياخد اللعبة بتاعة ملك العروسة بيبقى مصمم مثلا الأكسسور بتاعتها مثلا فساتينها يعني وصلت نوا كان عايز يلبس فسان من فساتينها فكان عندي صعوبة طبعا ان انا ازاي اقدر يعني اوصلهم لأ دي حاجة البنات وحاجة الولاد حاجة طبعا عشان كيف ستصرفي معه؟ كيف ستصرفي؟ بقى لي كارعوز يلبس مسلا سلبس ما هو انا بقى بلاقي صعوبة عشان طبعا سنه هو مش مدرك طبعا يعني فكت اكيد بلاقي صعوبة طبعا يعني بس سنتين ونص غير مدرك؟ يعني بقصدي يعني حتى تقدر تفهمه بطريقة انه هيدي لأختك وانت ولاد وهي بنت لازم تأكد على المعلومة دي طول الوقت انت ولد وانت راجل هي بنوتة في عايزين نفرق بس ما بين حاجتين غيرة الاخوات اوكي ونعدام الهوية الجنسية يعني دي تفرق كتير عادة الطفل الاوليني بيفضل هو محط الاهتمام سواء كان ولد او بنت طول الوقت اول ما بيجي الطفل التاني يصل لو جي بعد سنتين ثلاثة بنسمع اطفال تقولك انا هموته او انا هموتها هيدا في حالك هيدا مخلوب بنتة اللي يكون عندها الشعور مش الولد هي البنت الكبيرة اللي عندها ممكن بقى تبقى هيكت اصلا بدلع البنتة اكتر بتجيب لها حاجات اكتر فالولد هو اللي عنده الغيرة مش معنى اختي عندها حاجات فقدتها اكتر من الحاجات اللي بتعتيه لانه غيرة الاطفال ده موضوع كبير خالص مستقل بذاته ملوش دعوة خالص بالهوية الجنسية الغيرة دي موجودة بين الاخوات طبيعي جدا مدام فيه فرق سن الصغير بيغير من الكبير والكبير بيغير من الصغير بخد نظر عن موضوع الغيرة امل فلنفترض انه الولد نميت عنده بشكل اوي هالموضوع اه امتى بقى نقلق اه امتى بقى نقلق لما نلاقي ان الطفل رافض الهوية بتاعته سواء كان خلينا نتكلم على لو كان ولد الولد ممكن يوصل لمراحل في المدرسة انه يرفض يخش التوالات بتاع الرجالة هو مش عاوز يقف هو عاوز يعود زي البنات هو رافض الهوية بتاعته والعكس صحيح هتلاقي البنت لأ انا مش هدخل الحمام ده انا هدخل الحمام التاني ومصر ان هي يعني تخش التوالات بوضع الرجل يعني بوضع الذكر مش بوضع هنا نقلق بقى هنا دي كده بداية يعني بداية ظهور الكرسة او المشكلة الكبيرة انها مش عايزة تلعب خالص بلعب البنات انها مش عايزة عرايس مش عايزة اكسسوار مش عايزة مانيكور مش عايزة كل الحاجات دي عايزة بقى المسدس والعربية والموتوسيكل حتى الشعر ممكن ما تحب تطول شعرها خالص ويبقى عندها حالة من حالات التقزز من جسمها والولد بيبقى عنده نفس الافكار ان هو متصور ان هو لما هيكبر مش هيبقى عنده الحاجات دي حاجات دي هتختفي لما يكبر